موضوع حلقة اليوم نحكيوها للأعلامية ريهان بن عليها اللي في الفترة الأخيرة قادة تترك في أثره بسمة به يا برشا عن جمهورها هذا بالإضافة إلى شخصيتها المسالمة اللي كسبت بها محبة الناس الكل نحكيوه في تصريحاتها الأخيرة في أحد الإذاعات وين تطرحها سؤال على الاستفزازات الأعلامي أمين جارا لها نذكروا أني ريهان بن عليها شاركت سابقا في برنامج لأمين جارا وكانت هي كرونيكورز وفي لقاء السابقة سألت ريهان على تجربة الكرونيكور وكان أمين يعاود يقترح حاليك تكون معا كرونيكور من جديد تقبل ولا لا وينجاوبت ريهان بن عليها وقالت نرفض مستحيل نقبل العرض الشيء اللي استفز أمين جارا وخليه يهجمها أكثر من مرة وفي لقاء صحفي وينجاوبت ريهان بن عليها وقالت أنا مقصدتش حاجة خائبة بالعكس أمين نحترمه برشا لليوم ونتمنى لو كان التوفيق هذك عليش ما جاوبتوش وعمري ما ننسى إنه في فترة ما آمن بي وأعطاني فرصة ريهان بن عليها عكس برشا إعلامين ما تحبش تورط روحها في مشاكل معزومة لأها الناس يكون تبقى صحابها وما تعمل عداوة مع حد الشيء اللي يخلى الناس الكل تباحها وتحبها شفنا تفاعل كبير اللي يبين محبة الناس بالحق لها بعد ما تعدات الحقة اللولة من برنامج أنستانوف الناس يكون لها نيتها على الحلقة واعتبروها حلقة ناجحة أنتم ما أعطونا رأيكم في الأخلاق لتتميز به الأعلمية ريهان بن عليها خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنسيش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليسلكم كل جديد